نضم إلينا من القاهرة رمضان المطعاني مراسل القاهرة الإخبارية ومن داخل معرض الكتاب أهلا بك رمضان إذن 1047 ناشر 53 دولة الأردن ضيف شرف والماجر والدومانيكان يشاركان لأول مرة في معرض الكتاب وشخصية المعرض هي الشاعر والكاتب الراحل صلاح جهين إذن ماذا لديك؟ بما يتميز المعرض في هذا العام وخاصة أنه يأتي وسط أحداث عالمية طاحنة سواء حروب أو تغيرات على الساحة السياسية والثقافية أيضا هل أثرت هذه على طبيعة المشاركات؟ نعم على قدر سخونة المشهد العالمي كانت السخونة هنا ولكنها كانت للجماهير التي أتت من كل حب وصوب في ثاني أيام انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الأول الذي فتح للجمهور منذ الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم ويستمر حتى الساعة التاسعة هذا المشهد الكبير الذي يؤكد قدوم كافة الجماهير من كل الاتجاهات من القاهرة ومن المحافظات المصرية إلى معرض الكتاب الذي تهيأ بالألاف من العنوين من الكتب المختلفة التي تضم كافة الثقافات ومن خلال المشاركات الكبيرة لـ 53 دولة من مختلف قرات العالم أيضا هذا الرقم الكبير من دور النشر الذي بلغ 1047 دور نشر كل هذا أتاح للجماهير التي أتت منذ هذا الصباح الباكر بالحقائب الخاصة بها لإقتناء العديد من الكتب أيضا هناك في هذا المعرض خمس قاعات خاصة بالكتب المليئة بالعديد من الأجنحة الخاصة بالمنطقة العربية وأيضا الدول الأوروبية والأمريكتين وأيضا النموذج الفريد من نوع العام الثاني على التوالي وهو المعرض الخاص بمعرض الطفل هذا الذي يحتوي على العديد من الأنشطة والعديد من الكتب الخاصة للأطفال هناك أيضا تفاعلات حية يشهدها هذا الجناح الخاص بالأطفال من خلال بعض الأنشطة والتفاعلات المباشرة مع الأطفال من خلال إعداد حديقة صناعية داخل هذا المعرض تقدر بـ 400 متر هي مخصصة للأطفال وأيضا لو تحدثنا عن هذا التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا خاصة وأن الشخصية الخاصة بمعرض الأطفال وهي كامل كيلاني التي تروى هذه القصص التي كتبها للأطفال من خلال هذه التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا ما جعل هذا المعرض به ثراء كبير ومختلف في استخدام التكنولوجيا لعرض الكتب والحكايات الخاصة بالأدباء والشعراء والكتاب الذين تخصصوا في أدب الطفل لكي الذي يشهد منذ الصباح الباكر يعني وفود عديدة من الأسر على كافة المستويات مستحبين الأطفال لداخل هذا المعرض لو تحدثنا عن ضيف الشرف الخاص بهذه النسخة من المعرض لهذا العام وهي الأردن يعني إجاءت ضيف شرف لهذه النسخة من المعرض لتؤكد أن امتزاج الثقافات وتشريفا للأردن أن تكون هنا في هذا المعرض بحسب المسؤولين الأردنيين الذين التقيناهم منذ قليل كما أيضا أن البرنامج الخاص بالأردن كدولة ضيف شرف مليء بأكثر من ثلاثين فعليا هذه الفعليات التي انطلقت أولاها اليوم وهي الندوة الخاصة بالعلاقات الثقافية بين مصر والأردن والتي حضرتها وزيرة الثقافة البلدين الأردن ومصر تناول كافة الثقافات بين البلدين ووجه هذا التشابه والعداد والتقاليم لكي نخرج من هذه الفعليات بشكل كبير نحو التكامل العربية على مستوى الثقافات والاقتصاد والسياسة وبشكل عام يعني يؤسس هذا معرض القاهرة الدولي للكتاب لكل هذه الأسس نظرا لأن المنطقة العربية وهذه المشاركة كبيرة من خلال الأجنحة العربية على كافة المستويات أيضا دولة المجر والدوميكان الذين يشارك لأول مرة في هذه النسخة من المعرض يعني كانت المجر التي أعدت لهذا المعرض منذ قرابة ثلاث سنوات وهي المشاركة الأولى والتي أتت بالعديد أيضا من الفعليات التي سوف تنظمها للتعريف بالأدب المجري وكذلك أيضا الكتاب والرموز والمفكرين هناك في دولة المجر هذا ما يحدث داخل القاعات وإنما خارج القاعات أيضا هناك فعليات أخرى خاصة ببعض الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على نشر الوعي بكافة أنواع وتناقش هذا من خلال بعض الأسليب الجديدة وبعض المشروعات الخاصة بهم الخاصة سواء على مستوى الأطفال أو على مستوى الشباب بمنقشة القضايا الثقافية الشائكة ما زال هذا المعرض حتى هذه اللحظات يستقبل العديد من رواد الذين يقتنون الكتب بكافة أشكالها يعني في الخارج هنا العديد من المقاعد التي ملئت بالمواطنين الذين يجبون مختلف الأروقة الخاصة بمعرض الكتاب ليكون اليوم الأول هو يوم تظاهر ثقافية حققية الذي يستمر حتى يوم السادس من شهر فبراير لكي يكون معرض القاهرة الدولي الكتاب كما التقينا بالعديد من المواطنين هو القبلة التي يتجه إليها المواطنين ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط والعالم نظرا لهذا المعرض الزاخر على مدار دورته الرابعة والخمسين هذا المشهد الذي يستمر حتى هذه اللحظات من خلال الفعليات التي أقيمت أيضا في الخارج من خلال بعض العروض المصرحية التي يشارك فيها بعض الأطفال والكبار وبعض الفرق الموسيقية يعني حتى هذا الجانب الترفيخي الزاخر لهذا المؤتمر ليس على مستوى الكتاب فقط ولكن أيضا على مستوى الفعليات وعلى مستوى العروض المصرحية حتى هذه اللحظات ما زال المعرض يسخر بالعديد من المواطنين الذين أتوا في أول يوم للفتح له الجمهور إليك أميمة شكرا جزيلا لك رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا على الهواء مباشرة من داخل معرض الكتاب شكرا جزيلا لك